موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا بكم احبائي طلبة الصف الخامس في درس جديد من دروس مادة العلوم والحياة وذلك استكمالا من درسنا السابق والذي كان بعنوان الجهاز الهيكلي تعرفت سابقا عزيز الطالب الى اقسام الجهاز الهيكلي وانه يتكون من مئتان وست عظمات ترتبط ببعضها لكن كيف ترتبط هذه العظام ببعضها البعض وكيف نحافظ على صحة وسلامة الجهاز الهيكلي تستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها من خلال درسك لهذا اليوم لذا يتوقع منك ان تكون قادرا على توضيح المقصود بالمفصل التمييز بين انواع المفاصل ذكر بعض الاملاح والفيتامينات الضرورية لبناء العظام والجسم التعرف الى القواعد السليمة للمحافظة على صحة الجهاز الهيكلي انظر عزيز الطالب الى الشكل الذي يظهر امامك ويبين الجهاز الهيكلي ويتكون من مجموعة من العظام لكن كيف تتصل هذه العظام ببعضها البعض لكي نكتشف ذلك اطلب منك عزيز الطالب تنفيذ النشاط الآتي وانت تشاهد هذا الدرس اطلب منك ان تحاول تحريك عظام جمجمتك هل استطعت؟ والان اطلب منك ان تحاول تحريك عظام اليد من منطقة المرفق هل استطعت؟ وفي اي اتجاه قد تحركت؟ واخيرا اطلب منك ان تحاول تحريك عظام الكتف هل استطعت؟ وفي اي اتجاه تحرك؟ تلاحظ عزيز الطالب من النشاط السابق بانك لم تستطع تحريك عظام الجمجمة لكنك استطعت تحريك المرفق من منطقة المفصل كما استطعت تحريك الكتف ايضا من منطقة المفصل فعظام الجهاز الهيكلي ترتبط ببعضها البعض بواسطة المفاصل فما المقصود بالمفصل؟ المفصل هو مكان اتصال عظمتين او اكثر والان اطلب منكم احباء الطلبة ان ننظر الى الشكل الذي يظهر امامنا ويبين الجهاز الهيكلي لاحظ المفاصل التي تربط عظام الجهاز الهيكلي ببعضها البعض فمثلا هذا مفصل الفك السفلي هذا مفصل الكتف وهذا مفصل المرفق وهذا مفصل الرسق وغيرها الكثير من المفاصل اذا هناك العديد من المفاصل التي تربط عظام الهيكلي العظمي ببعضها البعض لننتقل الان ونتعرف الى انواع المفاصل عزيز الطالب النشاط الذي قمت به قبل قليل لاحظت بانك لم تستطع تحريك عظام الجمجمة وذلك لانها ترتبط ببعضها البعض بمفاصل ثابتة لكنك استطعت تحريك مفصل المرفق باتجاه واحد فقط وذلك لانه مفصل محدود الحركة كما استطعت تحريك مفصل الكتف باتجاهات مختلفة وذلك لانه مفصل واسع الحركة فانواع المفاصل هي اما ان تكون مفاصل ثابتة مثل الدرزات المسننة بين عظام الجمجمة او مفاصل متحركة والمفاصل المتحركة تقسم الى نوعين اولا مفصل محدود الحركة مفصل الذي يتحرك باتجاه واحد فقط مثل مفصل المرفق ثانيا مفصل واسع الحركة وهو المفصل الذي يتحرك في جميع الاتجاهات مثل مفصل الحوض احباء الطلبة بعد ان تعرفتم الى انواع المفاصل اطلب منكم الرجوع الى كتابكم المدرسي صفحة 13 وحل نشاط رقم 5 عرفتم احباء الطلبة بان الجهاز الهيكلي يقوم بالعديد من الوظائف داخل الجسم فهو يعطي الدعامة ويعطي الشكل العام للجسم كما انه يقوم بحماية بعض اعضاء الجسم الداخلية مثل القلب والرئتي لذا وجب علينا المحافظة على صحة وسلامة الجهاز الهيكلي لكن كيف؟ لنكتشف ذلك معنا خلال مشاركة سامي في لعبة كرة القدم وقع على الارض واصيب بكسر في ساقه بعد تقديم العلاج المناسب له نصحته الطبيبة بشرب الحليب الغني باملاح الكالسيوم فما اهمية املاح الكالسيوم للجسم؟ دعونا نكتشف ذلك يعد عنصر الكالسيوم من العناصر الكيميائية الاساسية لبناء العظام والاسنان لكن من اين نحصل عليه؟ يمكننا الحصول على الكالسيوم من خلال تناول الحليب ومشتقاته السمك البقوليات الخضروات الورقية مثل السبانة احباء الطلبة اطلب منكم تعريض اجسامكم يوميا في الصباح الباكر لاشعات الشمس لان ذلك ضروري في تكوين فيتامين دال والذي يعد ضروريا لامتصاص املاح الكالسيوم في الجسم والان بعد ان تعرفتم احباء الطلبة الى كيف نحافظ على صحة وسلام الجهازنا الهيكلي اطلب منكم الرجوع الى كتابكم المدرسي صفحة 17 والاجابة على الاسئلة الواردة فيها بالتعرف على بعض القواعد السليمة للمحافظة على صحة وسلامة الجهاز الهيكلي وفي نهاية الدرس اطلب منكم احباء الطلبة حل الاسئلة الاتية السؤال الاول اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها اولا عنصر كيميائي ضروري لبناء العظام والاسنان ثانيا من الامثلة على المفاصل الثابتة يعد مفصل المرفق من المفاصل السؤال الثاني اطلب منك عزيز الطالب الرجوع الى كتابك المدرسي صفحة 15 والاجابة على السؤال الوارد فيه في النهاية شكرا لكم لحسن استماعكم القاكم في دروس قادمة ان شاء الله ودمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة